موسيقى انتلاقوا جلسات المحور المجتمعي ضمن الحوار الوطني وتمكين الشباب والبوية الوطنية في صدارة النقاشات نيتو يقول ان اوكرانيا تحرز تقدما في هجومها المضاد وروسيا تصف امداد واشنطن لكييف باسلحة يورانيوم بالعمل الاجرامي الهند تكمل استعداداتها لاستضافة اجتماعات دول العشرين والمجموعة توافق على منح العضوية الدائمة للاتحاد الافريقي الثالثة مساء بتوقيت القاهرة الثانية عشر بتوقيت بريكس نشرة اغبالات مفصلة تأتيكم من التليفزيون المصري اهلا بحضراتكم استكمالا لجهوده الرمية الى تفليط الضوء على اولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة يواصل الحوار الوطني عقد جلساته ضمن المحور المجتمعي بالتنسيق ومشاركة تيارات وفئة المجتمع كافة نقاشات اليوم يتصدرها محور التمكين السياسي للشباب اضافة الى قضية الهوية الثقافية الوطنية ان دعواتي للحوار الوطني تأتي من يقين رازخ لديه بان امتنا المصري تمتلك من القدرات والامكانية التي تتيح لها البدائل المتعددة لاجاد مسارات للتقدم في كافة المجالات والذي اتطلع لان يكون شاملا وفاعلا وحيويا يحتوي كافة الاراء ويجمع كل وجهات النظر ويحقق نتائج ملموسة ومدروسة تجاه كافة القضايا على جميع المستوى تستكمل امالة الحوار الوطني اليوم عقد جلسات المحور المجتمعي في الاسبوع السادس للجلسات العامة المباشرة كأول انعقاد لجلسات المحور في المرحلة الثانية بعد رفع مجموعة من التوصيات للرئيس عبد الفتاح السيسي لاتخاذ ما يراه مناسبا حيالها ويتضمن جدول اعمال جلسات المحور المجتمعية اليوم انعقاد جلستين للجنة الثقافة والهوية الوطنية لمناقشة قضية اصطناعات الثقافية السينما والدراما التلفزيونية والمصرح والموسيقى والغناء فيما تناقش لجنة الشباب على مدر جلستين موازيتين قضية التمكين السياسي ودعم الاتحاد والانشطة الطلابية اكد مقرر لجنة شباب الحوار الوطني احمد فتحي ان عهد الرئيس السيسي شهد تمكينا سياسيا للشباب واضحا ان نسبة التمثيل السياسي للشباب في البرلمان 2021 وصلت الى 21% بمجموع 124 نائبا خلال الجلسة النقاشية الخاصة بلجنة الشباب اكد فتحي ان الدولة المصرية حريصة على الاستماع لاصوات الشباب وتمكينهم على كافة المستويات واشار الى ان الحكومة تضم 22 شابا للنواب المحافظين بالاضافة الى 8 مساعد وزراء و18 معاونا للوزراء قال مقرر لجنة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطني احمد زايد قال اننا نستهدف بجلسة اليوم ضبط آليات انتاج الصناعات الثقافية وما تشمله من دراما وسينما ومسرح للحفاظ على الهوية الوطنية وتعميقها جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الخاصة باللجنة الثقافة والهوية الوطنية المندرجة تحت المحور المجتمعي واكد زايد اهمية موضوع الصناعات الثقافية التي تشمل الصناعات المنتجة للأفكار والحلول المختلفة وهي الصناعات التي ينتجها العقل وتشكل الرصيد الابداعي للامم لافتا الى ان كل امة تفتخر برصيدها الثقافي والابداعي وللمزيد من التفاصيل معنا كريم ببرس مراسل التلفزيون المصري كريم تطلعنا على اهم تفاصيل اليوم وما دارا من نقاشات في جلسة الحوار الوطني تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين بالفعل هو اليوم الاول في المحور المجتمعي في المرحلة الثانية من الحوار الوطني نتحدث اليوم بعد توصيات التي شجعت عدد كبير من الفنانين والمثقفين وايضا القائمين على الصناعات الثقافية منها السينما والمصرح على حضور المرحلة الثانية بعد ان وجدوا مصداقية في خروج هذه المخرجات حقيقية وصلت الى السيد الرئيس شاركوا اليوم عدد كبير من الفنانين في اللجنة الخاصة بالثقافة والهوية المصرية وتحدثوا عن دور واليات السينما في دعم الثقافة المصرية وايضا التأكيد على الهوية المصرية كانت نقطة اخرى ايضا تحدثوا عنها في هذه اللجنة وهي فكرة الدعم الخاص بالسينما منهم من شارك برأيه في اهمية دعم الدولة للسينما والمصرح ومنهم من قال ان يجب ان الدولة ان ترفع تماما عن فكرة دعم المصرح والسينما كانت هناك وجهات نظر مختلفة داخل هذه اللجنة ولكن ايضا اشهد بها الافتتاحات الاخيرة الخاصة بالمسارح المختلفة فعودت المصرح مرة اخرى وايضا اخر التطورات في التعامل مع الفنانين وفكرة الحرية الخاصة بالفن وكما تحدثنا من قبل والتأكيد على الحرية الخاصة بالتأكيد الهوية المصرية كان هذا الجزء الخاص بلجنة الثقافة والسينما الجزء الاخر كانت لجنة الشباب لجنة الشباب وتمكين الشباب كان هناك اشهادات كبيرة بما حدث مع الشباب خلال الفترة السابقة منها البرنامج الرئاسي لتدريب وتأهيل الشباب ايضا عدد كبير من الشباب الذين هم بالفعل في المحافظات المختلفة ونواب الوزراء كان هناك اشهادة كبيرة بذلك ولكن التحدث كان حول النقاط التي يوجب العمل عليها كانت حول اتحادات الطلاب والانشطة الطلابية في الجامعات وغيرها من المؤسسات التعليمية وايضا المؤسسات الرياضية وكيفية توجيه هذه الطاقات الخاصة بالشباب لخدمة الوطن في حد ذاته هو ايضا توفير الوسائل المختلفة لاخراج هذه الطاقات على سبيل المثال كانت منها اندية ومراكز الشباب الرياضية على ان تكون ايضا هذه المراكز ليست رياضية فقط ولكن رياضية ثقافية وتستمر هذه الجلسات حتى نهاية اليوم لي الخروج ايضا بتوصيات من الشباب الذين يشاركون بنفسهم ايضا هناك افواج من الشباب جاءت لتشارك في هذه اللجنة اليوم خاصة بتمكين الشباب اما الشباب يشاركون في فكرة المشاركة السياسية التنفيل السياسي في المجالس المحلية الشعبية وايضا الجزء الخاص بالرياضة وغيرها من النشاطات الطلابية المختلفة كانت هذه ربما اهم النقاط اللي تمت نقشتها اليوم نعم اشكر الجزيد الشكر كريم ببرس مراسل التلفزيون المصري اكد طلعت خليل مقرر لجنة الدين العام بالحوار الوطني انه تمت مناقشة كافة جوانب عقز الموازنة وحجم الدين العام واوضح في تصريحات خاصة لتلفزيون المصري انه يجب اعادة جدولة الديون والتي اقترب اجلها دون ان يكلف ذلك اعباء جديدة على خدمة الدينة فكرة مبادلة الديون مش هتحل الازمة بشكل جزري نعم وان كان هتحل الجزء لكن لابد من انه هزيه الديون يعاد جدولاته ده الديون السنائي عندي ديون تانية للسنديق الدولية والعربية اكبر قرد موجود في السنديق الدولية قرد صندوق النقد الدولي اه طبعا يعني اذا قرد كان جيه فيه ظروف معينة في اواخر 2016 وبالتالي ارجو على يتكرر مرة اخرى هذا القرد اه بشكله اللي احنا عارفينه لان الشروط اللي بحطها صندوق النادي الدولي بتبقى ضغطها على كثير من المصريين وخصوصا الطبخة الفقيرة وبتخلي الدولة تخش بمرامج حماية اجتماعية تكلف ايضا الدولة فطورة عالية جدا عشان تقدر تعمل الحماية الاجتماعية وعندي سنديق العربية زي سندوق الماء كويتي سندوق الماء السعودي سندوق خليفة فموظبي كل هذه السنديق لابد من انه اعاد النظر ايضا في جدولة هذه اكد كمال الدسوقي عضو مجلس ادارة اتحاد الصناعة المصرية ان الصناعة هي قاطرة التنمية ولذلك تولي الدولة اهتماما كبيرا بها واوضح في تصريحات خاصة للتليفزيون المصري ان في حالة زيادة مساهمة الصناعة الى 35% سترتفع استادرات الى 105 مليار دولار بخلاف تغطية السوق المحلية الصناعة هي قاطرة التنمية الحقيقة والصناعة يمكن ان تحل جزء كبير جدا من مشكلات مصر واقتصادية وانا اهدى الحديث لك رقم لو كانت الصناعة بتساين بـ 17.7% من نتج المحل الاجمال المصري لو ارتفعت المساهمة دي لـ 35% يعني تلت المساهمة في الاقتصاد الكلي اه لو ارتفعت لـ 35% هتبقى الصادرات بتاعتنا تتجاوز 105% مليار دولار 105 مليار دولار صادرات صادرات فقط تمام غير تلبية تحتاجات سوق المحل وبالتالي هنحل المشكلة او الفجوة الدولارية اللي موجودة الميزة للصناعة ان هي بتبقى انتاج مستمر مصانع شغالة عمالة شغالة الانتاج مكوش ما تأثرش بأي عوامل خارجية مثلا اكدت ريم القاضي عضو تنصقية شباب الاحزاب والسياسيين وامين لجنة الاستثمار بحزب الجيل ان المكملات الاساسية للصناعة تساهم في تعزيز القطاع الصناعي امام الشركات الاجنبية والشركات الناشئة واوضحت في تصريحات خاصة للتلفزيون المصرية انه تم تقديم توصية بتعزيز المكملات الاساسية لصناعة المنسجات والملابس الجاهزة كخطوة اولى قبل تعميمها في باقي الصناعات احنا اشتغلنا على ان احنا نبني المكملات الاساسية للصناعة البلدينج بلوكس بتاعة الصناع السابلي تشين والفاليو تشين ده لما بيكون موجود ده بيعزز قوي من فكرة النوهاو والتكنولوجي الجديدة داخلة صغار المصنعين بيلاقوا شركات اجنبية داخلة بتعمل معهم بارتنرشيب لما بتيجي شركة كبيرة كمان بتكون بتلاقي السوق في كل مدخلات الانتاج اللي هي عايزها فبتكون قادرة ان هي تدخل وتبتدي انتاج سريع وتوفر وقت واستيراد مستلزمات انتاج بيكون كل ده متاح فاحنا برضو كان من مقترحاتنا ان احنا بنبني السابلي تشين بتاعة صناعتي المنسوجات والملابس الجاهزة ويعني ربنا هيسهل ولو الموضوع ده مشي كويس نقدر ان نحققه بعد كده في اكتر من صناعة يواصل المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية فعلياته لليوم الثالث على التوالي في العاصمة الادرية الجديدة جاء ذلك بمشاركة اكتر من 8000 مشارك من مصر والعديد من دول العالم ويتضمن المؤتمر 65 جلسة حوارية يشارك فيها 270 متحدثا من المصريين والاجانب كما يشارك البرنامج العلمي للزمالة المصرية بواقع 14 ورشة عمل و33 جلسة يتحدث فيها 125 شخصا في 31 تخصصا رامي محمد مراسل التلفزيون المصري اهلا بك اطلعنا على المزيد حول هذا المؤتمر واهم المحاور التي سوف يتناول ورش العمل تحياتي لك ولكل متابعين في هذه المتابعة لفعليات وجلسات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية هذا المؤتمر الذي انطلق في الخامس وحتى الثامن من سبتمبر الجالي هناك العديد من الجلسات والورش العمل المختلفة والمتعددة نتحدث عن 65 جلسة حوارية اقيمت ليعد هذا المؤتمر منصة حوارية كبيرة جدا يشارك فيها اكثر من 270 من المتحدثين بالتنوع ما بين المصريين والاجانب في عدد من المحاور والقضايا واذا تحدثنا عن جلسات اليوم التي اتت تحت عدد من المحاور الرئيسية نتحدث عن الرعاية الصحة الاولية وتحت عنوان كبير حول حجر الزاوية نحو التنمية هذا العنوان الذي اتى في هذه الجلسة المتنوعة والتي شارك فيها العديد من الخبراء والمتحدثين في هذا المجال امام العديد من القضايا سواء التنمية او الصحة والرعاية الصحية الاولية اما عن باقي الجلسات هناك الجلسة الخاصة بالصحة العامة نحو ضمان حياة صحية سليمة عنوان عريض ومهم وأيضا الرفاهية للجميع هذه العنوين التي أتت من خلال عدد من الجلسات أكد عليها المجتمعون والمشاركون في هذا المؤتمر وهناك أيضا عدد من الجلسات الختمية التي تأتي من بينها جلسة خاصة بالصحة الإنجابية وأيضا عدد من الجلسات الخاصة بالصحة الشاملة المصار والنموذج وهذا أيضا عنوان مهم جدا نحو خروج بالعدد من التوصيات والمقترحات وأيضا العديد من النقاط الخاصة بالصحة الإنجابية الخاصة بالصحة الشاملة سواء المصار والنموذج الذي لابد أن يحتذى به من كافة المشاركين والبلدان وأن يكون هناك تبادل الخبرات بشكل كبير جدا ما بين البلدان المشاركة في هذا المجال وفي هذا التخصص بشكل كبير وأيضا كانت لنا العديد من اللقاءات مع عدد من الخبراء الدوليين والمصريين في مجال الصحة والسكان والحديث حول التنمية بشكل كبير وأن الصحة السليمة للمجتمع جزء مهم جدا من الاقتصاد وأيضا من التنمية الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة أما إذا تحدثنا عن نهاية هذا المؤتمر الذي يتوقع أن يكون منصة حوارية كبيرة جدا في هذا المجال ويستمر على مدار السنوات المقبلة ويقام في مصر في هذا التوقيت أيضا الحديث حول الخروج بعدد من التوصيات الكبيرة في المؤتمر الصحفي الذي سوف ينطلق مع ختام أيام هذا المؤتمر هذا هو المشهد وعودة لكم نعم جزيل الشكر لك رامي محمد مراسل التلفزيون المصرية وعلى هامش المؤتمر وقعت توزرة الصحة بروتوكولات تعاون مع عدد من شركات الأدوية تتضمن البروتوكولات إنشاء مركزي تميز وتزويدهما بأحدث الأجيزة لتدريب الأطباء على استخدام أحدث وسائل تنظيم الأسرة طبقا للمعايير العالمية فضلا عن التعاون في توفير أنظمة تنظيم الأسرة أشهد عدد من المشاركين في المؤتمر العالمي لسكان والصحة والتنمية بالمؤتمر واعتبروه واحدا من أهم المؤتمرات التي تناقش قضايا السكان والصحة مواجهين الشكر للحكومة المصرية لتنظيم هذه الفعالية يعتبر المؤتمر واحدا من أهم المؤتمرات التي تحدث الآن ليس في مصر فقط بل في العالم ونحن سعداء بأن الحكومة المصرية تدعم ذلك الموضوع الشائك نيابة عن المجتمع الدولي وكنا اليوم في نقاش رائع حول دور الدبلوماسية الدولية ودبلوماسية الصحة العامة وكيف أنه من الرائع أننا نعمل جميعا على واحدة من أهم القضايا العالمية خصوصا أن الصحة العامة لا يمكن فصلها عن تحدياتنا اليومية مثل الأمن الغذائي والتغير المناخي والأمن المائي وصحة الإنسان ونأمل أن نعمل سويا نحن الولايات المتحدة ومصر ودول أخرى ومنظمات دولية للعمل على حل بعض هذه التحديات طويلة الأمد إنه لا شرف لي التواجد في هذا المؤتمر الهام وأخذ ذوء الفرصة للتحدث على المنصة حول الأمن الغذائي والمائي والصحة والسكان والديمغرافية وأردت أن أوضح أن الحكومة المصرية قادت مفاوضات المناخ العام الماضي في كوب 27 وذلك بعد استضافة بريطانيا لكوب 26 وبسبب هذا وذلك فقد أبرمت الحكومتين عدداً من الشراكات والاتفاقيات لمواجهة التغيرات المناخية ومن أهمها مبادرة المناخ والتغذية والتحاد التحول الفعلي للمناخ والصحة وكان هذا المؤتمر فرصة للنقاش حول هذه الملفات اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين بحات المسجد الأقصى المبارك بحماية من شرطة الاحتلال ونشرت قوات الاحتلال عناصرها في بحات الأقصى وعند أبوابه لتأمين اقتحمات المستوطنين والتضييق على حركة تنقل الفلسطينيين في بحات الأقصى ومن ناحية أخرى اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أربعة عشر فلسطينيا من مدن الدفة الغربية أجرى رئيس مجلس السيادة بسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان محادثات مع أمير قطر الأمير تميم بن حمد الثاني بالعاصمة القطرية الدحى كان البرهان قد وصل الدحى صباح اليوم في زيارة رسمية تتناول مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها والقضايا ذات الاهتمام المشترك وتطورات الأوضاع في السودان أدان مجلس وزراء الخارجية العرب كافة أفعال القرهية الدينية والتعدي على المشاعر والمعتقدات الدينية للأمم والشعوب وكافة الأعمال التي تستهدف حرق المصحف الشريف والكتب السماوية المقدسة أو المس برموز الأديان السماوية من رسل وأنبياء مؤكدا أن أي عمل من هذا القبيل يعد خرقا سافرا لحقوق الإنسان جاء ذلك في قرار بعنوان نبذ كافة أشكال التحريد على القرهية الدينية والتجديد دوليا على ضرورة منع اصدراء الأديان ودعوة المجتمع الدولي إلى التوازن في تطبيق المواثيق الدولية ذات الصلة دع المجلس إلى إصدار قانون دولي يجرم اصدراء الأديان المقدسة وأشار إلى أن ما يحدث اليوم من حرق لنسخ من المصاحف لا يمس الأديان فقط بل يمس أيضا الإنسانية والفطرة السليمة دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إلى ضرورة تضافر الجهود واتخاذ كافة الإجراءات المناسبة لمواجهة تحديات تأثير تغير المناخ على الصحة كما طلب أبو الغيط بمناسبة الاحتفال بيوم الصحة العربي لعام 2023 تحت شعار تأثير تغير المناخ على الصحة يوفر الدعم المطلوب من الدول الكبرى إلى الدول الأقل نموا ونبه إلى أن دراسات منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن المخاطر البيئية مسؤولة عما يقرب من 23% من العبء الإجمالي للأمراض في الدول العربية كما أن أول الأشخاص الذين تضررت صحتهم على نحو أسوأ نتيجة للأزمة المناخية هم الأقل إسهاما في أسبابها اعتبر الأمين العام لحلف الناتو يانس ستولتنبرغ أن القوات الأوكرانية تستعيد تدريجيا في هجومها المضاد الأراضي التي خسرتها أمام روسيا أضاف ستولتنبرغ أمام البرلمان الأوروبي أنه لا يمكن لروسيا أن تمنع أوكرانيا من الانضمام لحلف الناتو لفتا إلى أن الحلف رفض التوقيع على طلب روسي بعدم توسيع حلف شمال الأطلسي ولفت ستولتنبرغ إلى أن الحلف لديه القدرة على الدفاع عن دول الناتو المحيطة بأوكرانيا موضحا أن الحلف يعزز قواته على الدبهة الشرقية في أوروبا هذا وقد تعهد وزير الدفاع الأوكراني الجديد رستوم أوميروف ببدل قصار جهده لتحقيق النصر في أوكرانيا من دون أي شروط أو منقشات وقال أوميروف أنه سيحرر كل سنتيمتر من أوكرانيا وجميع شعبها مؤكدا أنه سيبدل قصار جهده لإعادة جميع الأسرى ووجه أوميروف الشكر للرئيس الأوكراني فلاديمير زلينسكي على إتاحة الفرصة له لتولي مسؤولية وزارة الدفاع أوميروف الشكر للرئيس الأوكراني أعلنت أوكرانيا أن روسيا شنت ضربات استهدفت منطقة أوديسا على ساحل البحر الأسود وقال حاكم المنطقة أن الضربات التي نفذت بمسيرة ألحقت أضرارا بالبنية التحتية بميناء وصومعة لحبوب ومباني إدارية في منطقة إسماعيل في أوديسا وأشار إلى أن الشخصا أصيب في الهجوم الذي يعد الرابع على المنطقة خلال الأيام الخمسة الماضية أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية قرب موسكو وطائرتين قرب مدينة روستوف في الجنوب وأكدت الدفاع الروسية أن قوات الدفاع الجوي دمرت ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية منها إثنتان فوق أراضي مقاطعة روستوف وواحدة فوق منطقة رامتسكوي في موسكو وأضاف الدفاع الروسي أنه تم القضاء على نحو 25 عسكريا أوكرانيا خلال اليوم الماضي فضلا عن تدمير مدفعين هاوتر أمريكيين على محور خرسون لدد الكريملين بنقل واشنطن أصولا روسية مجمدة إلى أوكرانيا وفي بيان له أوضح ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكريملين أن قرار واشنطن إرسال الأموال المصادرة من رجال أعمال روس لدعم القوات الأوكرانية هو أمر غير قانوني وأضاف أن روسيا ستطعن على تلك الأفعال واعتبر بيسكوف تزويد كيف ذخائر واشنطن اليورانيوم المنظب نبأ سيء وصفت الخارجية الروسية إمداد الولايات المتحدة أوكرانيا بأسلحة تحتوي على اليورانيوم المنظب بالعمل الإجرامي وأوضحت الخارجية الروسية أن هذه القزائف ثامة وتلوث التربة مضيفة أن موسكو تواصل إجراء اتصالات بشأن القضايا الإنسانية مع واشنطن ولكن لم يتم الاستجابة بهذا الشأن بسبب القضايا الرئيسية وأشرت الخارجية الروسية التي تسجل زيادة في حالة الإصابة بالأورام في الأماكن التي استخدمت فيها دخيرة اليورانيوم المنظب تواصل الليات المتحدة وأوروبا تقديم الدعم لأوكرانيا من أجل تريح كفتها في الهجوم المضاد على القوات الروسية وهو الأمر الذي تجد فيه واشنطن والدول الغربية بابا لاستنزاف روسيا ومع طول أمد الأزمة الأوكرانية إلا أن تطورات الأحداث أصبحت تشهد تسارعا كبيرا خاصة مع استمرار قيام الغرب بتزويد كييف بأحدث الأسلحة من دبابات قتالية وذخائر عنقودية وذخائر اليورانيوم المنظب فضلا عن التوسع في إمداد القوات الأوكرانية بالطائرات المسيرة التي لا يمكن تعقبها من الرادارات الروسية كما أنها في انتظار انضمام طائرات F-16 وهو ما يتدرب عليه الطيارون الأوكرانيون في الوقت الحالي روسيا من جانبها نددت بإعلان وزارة الخارجية الأمريكية عن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا تتجاوز قيمتها الإمالية مليار دولار فضلا عن تأكيد وزارة الدفاع الأمريكية بأن حزمة مساعدات أمنية جديدة سيتم تقديمها لأوكرانيا تصل قيمتها إلى 175 مليون دولار وتشمل ذخائر اليورانيوم المنظب ووصفت موسكو الأمر بأنه دليل على اللا إنسانية مشيرة إلى أن الولايات المتحدة مستعدة للقتال ليس فقط حتى آخر أوكراني وإنما أيضا للتخلص من أجيال بأكملها الضغوط الأمريكية والأوروبية على روسيا لم تتوقف عند هذا الحد حيث أكد الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرو أن العالم الروسي لا يمكن أن يظهر في دورة الألعاب الأولمبية في باريس مطالبا اللجنة الأولمبية الدولية باتخاذ قرار عادل بشأن الرياضيين الروس قبل انطلاق الأولمبياد موسيقى 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 ذكرت بلومبيرد نيوز أن مجموعة دول العشرين وافقات على منح العضوية الدائمة للاتحاد الأفريقي أضافت الوكالة أن هذه الخطوة ستمنح التكتل الأفريقي نفس الوضع الذي يتمتع به الاتحاد الأوروبي من تسميته الحالية المنظمة الدولية المدعوة ومن المتوقع أن يعلن زعماء مجموعة العشرين القرار خلال قمة تعقد في الهند في غضون أيام موسيقى موسيقى وتستعد العاصمة الهندية نيو ديلهي استضافة اجتماعات رؤساء وقادة دول مجموعة العشرين في دورتها الثماني عشر على مدار يومي هم يومين التاسع والعاشر من الشهر الجاري وذلك لبحث قضايا الاقتصاد العالمي إلى جانب قضايا التغير المناخي والأمن الغذائي والبيئة وأولويات بلدان الجنوب وقد وجهت الهند في وقت سابق من هذا العام الدعوة لمصر لتكون ضيف الشرف الرئيسي لهذه الدورة بالإضافة إلى دول أخرى من بينها الإمارات ونيجيريا وإسبانيا وسنغافورة للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من مقر انعقاد القمة بالعاصمة الهندية نيو ديلهي موفدة تلفزيون المصرية علاء رشوان علاء أهم الاستعدادات في نيو ديلهي قبيل انعقاد قمة العشرين ووجود مصر كديف شرف في هذه القمة نعم في الواقع أنهت العاصمة الهندية نيو ديلهي كافة الاستعدادات المتعلقة باستضافة الدورة الثامنة عشر من دورات انعقاد مجموعة الدول العشرين في هذه القمة التي تأتي تحت شعار أرض واحدة عائلة واحدة ومستقبل واحد هذه الاستعدادات سواء اللوجستية التي تتعلق بنشر أكثر من 130 ألف فرد من أفراد قوات الجيش والشرطة في محيط العاصمة نيو ديلهي وفي محيط قاعات الاجتماعات الخاصة بمجموعة الدول العشرين أو فيما تعلق بالاستعدادات اللوجستية التي تتعلق باستضافة هذا العدد الضخم من رؤساء وقاضي الدول مجموعة العشرين ومرافقيهم بالإضافة أيضا إلى منظمات أخرى مثل الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأفريقي، منظمة التجارة العالمية، منظمة الصحة العالمية، صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وأيضا منظمات أممية وإقليمية أخرى نحن نتحدث الآن من المركز الصحفي الذي عدته العاصمة لاستقبال هذه الاجتماعات أكثر من 3600 صحفي من كل دول العالم تم تسجيلهم لتغطية هذه الاجتماعات الهمة بالإضافة أيضا لاستعدادات لوجستية أخرى في محيط هذه القاعات وأيضا داخل هذه القاعات هذا الشعار الهام الذي اتخذته الهند ليكون شعار هذه الدورة يعكس بوضوح أهمية هذه الاجتماعات في مناقشة عدد كبير من الملفات والقضايا العالمية التي تتعلق بالأساس بالاقتصاد العالمي وعمليات التنمية المستدامة، التغيرات المناخية، الأمن الغذائية، البيئة بالإضافة أيضا إلى أجندة متخمة من القضايا والملفات الأخرى التي تتعلق بها تطورات السياسية التي تحظى باهتمام الدول العالم في مقدمتها التأثيرات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية وأيضا عدد آخر من الملفات المرتبطة ارتباط وثيق بعملية التنمية المستدامة التي تشهدها دول عدة في النهاية تسعى هذه القمة لوضع خارطة طريقة جديدة وتشكل مصار جديد للاقتصاد العالمي في الوقت الراهن الذي يواجه الاقتصاد العالمي في كل دول العالم وتحديدا في دول هذه المجموعة تحديات سواء تحديات جيوسياسية أو تحديات عسكرية وأمنية وأيضا تحديات اقتصادية وتنموية من مصادر مطلعة ومقربة من سير الاجتماعات التحضيرية لهذه الاجتماعات على مستوى الرؤساء والقادة هناك دعم قوي من قبل الدولة المضيفة دولة الهند لمنح عضوية أو موافقة الدول المجموعة على منح عضوية كاملة للاتحاد الافريقي بالتساوي مع الاتحاد الأوروبي عضو المجموعة بالفعل وذلك نظرا لما تتمتع به القرى الافريقية من ثروات طبيعية وبشرية هائلة من شأنها تحديد مصارات الاقتصاد العالمي بالتعاون مع الدول العظمى أعضاء هذه المجموعة في المرحلة المقبلة ربما ما يؤكد هذه الأنباء التي وردت عن هذه المصادر المطلعة تصريح أخير لرئيس الوزراء الهندي ناريند رامودي كان بالأمس تحديدا عندما قال أنه لن تنجح أي خطط اقتصادية عالمية شاملة دون الاستماع وتمثيل صوت القرى الافريقية في إشارة إلى دعم بلاده لمنح هذه العضوية الكاملة للاتحاد الافريقي بالتساوي مع الاتحاد الأوروبي مصر هي ضيف الشرف الرئيسي لاجتماعات هذه المجموعة في دورتها انطلاقا من القوى الاقتصادية الهائلة ومساهمتها في تحديد رؤى شاملة تسعى إلى وضع حلول لكل المشكلات الاقتصادية العالمية في الوقت الراهن وأيضا تمثل دول الجنوب ودول القرى السمراء تحديدا خاصة ما إذا علمنا أن جنوب أفريقي هي الدولة الوحيدة العضو في الاتحاد العضو في هذه المجموعة بالإضافة أيضا إلى الاستماع إلى وجهة وتقديرات وجهة السياسة الخارجية المصرية وتقديرات القيادة السياسية المصرية هي العدد كبير من هذه التحديات سواء على الصعيد الاقتصادي أو على الصعيد السياسي والعسكري حضور مصري قوي سوف يكون خلال هذه الاجتماعات من خلال هذه المشاركة المصرية الفاعلة وأيضا من خلال عدد كبير من الاتصالات التي تمت خلال هذا العام وهو الذي تدقست فيه الهند هذه الاجتماعات على كافة المستويات المعنية سواء كبار المسؤولين أو الوزراء المعنين كان هناك اشتباك وتفاعل من السياسة الخارجية المصرية مع هذه الجهود المبزولة من دولة الهند تحديدا ومن سكرتارية وأمانة هذه المجموعة للتعاطي والتفاعل مع كل هذه التحديات التي سوف تكون مطروحة وبقوة على أجندة عمل القادة والرؤساء المجتمعين في هذه القمة خلال يومي السبت والأحد التاسع والعاشر من الشهر الجاري في العاصمة الهندية نيو ديلي نعم أشترك جزيل الشكر علاء رشوان على كل هذه المعلومات الوافية كنت معنا مباشرة من العاصمة الهندية نيو ديلي حيث اجتماع رؤساء وقادة دول مجموعة العشرين توقع بنك روسي حكومي تراجع صادرات الغاز الطبيعي للاتحاد الأوروبي إلى 21 مليار متر مكعب خلال عام 2023 في الوقت نفسه أبقت روسيا خفض صادراتها النفطية بمعدل 300 ألف برميل يوميا حتى نهاية 2023 توقعات متشائمة كشف عنها بنك في آي بي الروسي التابع للدولة مفادها أن صادرات الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب إلى الاتحاد الأوروبي قد تنخفض إلى 21 مليار متر مكعب هذا العام أي أقل بنحو الثلثين مقارنة بالعام الماضي وأقل من سدس كمية عام 2021 البنك الروسي توقع أيضا أن ينخفض إجمالي صادرات الغاز الطبيعي الروسي هذا العام إلى 100 مليار متر مكعب من 131 مليار متر مكعب في عام 2022 وجاء في حسابات رويترز أن صادرات شركة جازبروم الروسية إلى أوروبا عبر خطوط الأنابيب انخفضت إلى نحو 17.7 مليار متر مكعب حتى الآن وخفضت أوروبا كثيرا مشترياتها من النفط والغاز الروسي بعد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير الماضي من عام 2022 في الوقت نفسه تمكنت أوروبا من التغلب على أزمة الطاقة التي كان يخشى حدوثها في شتاء 2022-2023 بفضل جهودها لتقليص استهلاك الطاقة والعثور على موردين آخرين وجاء في توقعات بنك V.I.P. الروسي انخفاض صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا إلى 15 مليار متر مكعب في عام 2026 في حين لن تتمكن روسيا من زيادة إمدادات الغاز إلى آسيا كثيرا بسبب قيود البنية التحتية كما يتوقع البنك الروسي أيضا انخفاض صادرات النفط الخام الروسي إلى 230 مليون طن أو ما يعادل 4.6 مليون برميل يوميا هذا العام من 248 مليون في عام 2022 مع انخفاض محتمل في الإمدادات إلى الاتحاد الأوروبي إلى 41 مليون طن من 115 مليون طن وفي غضون ذلك أعلنت روسيا أنها ستطيل أمد خفضها الطوعي لصادرات النفط بمقدار 300 ألف برميل يوميا حتى نهاية العام للحفاظ على الاستقرار والتوازن في أسواق النفط وعلى الرغم من ذلك فإن البنك الروسي توقع ارتفاع صادرات النفط الروسية إلى 239 مليون طن في عام 2026 بفضل تعزيز الصادرات للصين والهند أكدت الهيئة العامة للإحصاء السعودية ارتفاع الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 1.2% في الربع الثاني من عام 2023 مقارنة بربع المماثل من عام 2022 أشرت الهيئة إلى أن الأنشطة غير النفطية حققت ارتفاعا قدره 6.1% على أساس سنوي و 1.6% على أساس ربعي و حققت الأنشطة الحكومية نموا قدره 2.3% على أساس سنوي بينما سجلت الأنشطة النفطية انقفاضا بنسبة 4.3% على أساس سنوي قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش خلال قمة لرابطة دول جنوب شرق أسيا أسيان في إندونيسيا إن العالم يواجه خطر حدوث صدع هائل في أنظمة الاقتصادية والمالية هذا ودع جوتيرش قادة العالم إلى إيجاد حلول سلمية وشاملة للتحديات التي تواجه العالم مشيرا إلى أن تخفيف العبء عن الاقتصادات النامية المثقلة بالديون تشمل إرجاء مدفوعات وشروط إقراض بمدى أطول وأسعار فائدة أقل كما عبر عن دعمه لإعادة توجيه 100 مليار دولار إضافية من حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي من خلال بنوك التنمية المتعددة الأطراف لزيادة السيولة ودعم احتياجات الاقتصادات النامية أكدت الإدارة العامة للجمارك الصينية أن واردة النفط الخام الصينية زادت في أغسطس الماضي مع زيادة المصافي للمخزنات وارتفاع عمليات التكرير للاستفادة من الأرباح الأعلى التي يدرها تصدير الوقود أشرت الإدارة العامة للجمارك الصينية إلى أن واردة الشهر الماضي إلى بكين أكبر مستورد للنفط في العالم بلغت 12 مليون 430 ألف برميل يوميا مؤكدة أن واردة الصين في الشهور الثمانية الأولى من العام زادت بنسبة 14.7% منطارنة بالفترة من العام الماضي تعتزم الحكومة البريطانية حضر مجموعة بجنر الروسية وتصنيفها منظمة إرهابية بخطوة تعني اعتبار الانضمام إلى عضويتها أو دعمها غير قانونية كما سيسمح مشروع أمر الحضر الذي سيطرح على البرلمان بتصنيف أصول المنظمة على أنها ممتلكات إرهابية ومصادرتها بعدما وصفتها بالمنظمة العنيفة والمدمرة تعتزم بريطانيا حضر مجموعة باجنر العسكرية باعتبارها منظمة إرهابية وفق ما أفادت به تقارير إعلامية نقلا عن وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان وذكرت صحيفة ديلي ميل في تقرير أن بريطانيا تعتزم جعل مجموعة باجنر منظمة محظورة بموجب قوانين مكافحة الإرهاب ونقلت الصحيفة عن سويلا برافرمان قولها إن باجنر منظمة تعمل كأداة عسكرية لروسيا ورئيسها بلاديمير بوتين في الخارج مضيفة أن إنشطة فاجنر المستمرة المزعزعة للاستقرار تستمر في خدمة الأهداف السياسية للكريملين وتهمت وزيرة الداخلية البريطانية وفق صحيفة ديلي ميل فاجنر بالتورط في أعمال نهب وتعذيب وقتل مشيرة إلى أن عمليات التنظيم في أوكرانيا وأفريقيا تشاكل تهديدا للأمن العالمي وأضافت أيضا أنه لهذا السبب ستحضر بريطانيا هذه المنظمة وستواصل مساعدة أوكرانيا بما تستطيع في مواجهة العملية العسكرية الروسية وتأتي هذه الخطوة بعدما أعلنت بريطانيا في يوليو الماضي فرض عقوبات على 13 فردا وشركة لصلاتهم بمجموعة فاجنر في إفريقيا واتهمتهم بارتكاب جرائم هناك بما في ذلك القتل والتعذيب كما فرضت بريطانيا عقوبات على إفجين بروججين مؤسسي فاجنر الذي لقي مصرعه الشهر الماضي في حادث تحطم طائرة إلى جانب العديد من قادته الرئيسيين أكدت سلطات الإغاثة الصينية أن الإعصار هايكوي أكبر ما يقرب من 300 ألف ساكن على الإخلاء مؤقتا في مقاطعة فجان شرقيا الصين وأشرت سلطات الإغاثة الصينية إلى أن الإعصار وهو الإعصار الحادي عشر للعام الجاري أكبر ما يزيد عن 294 ألفا من السكان على الإخلاء كما عطلت الأمطار الغزيرة الناجمة عن الإعصار حيات ما يقرب من مليون وستمائة ألف شخص في المقاطعة كما تضرر أيضا ما يقرب من 10 ألاف هكتار من المحاصيل وأكدت الإغاثة الصينية أنه تم حشد ما يقرب من 60 ألف شخص للاستبيابة للطوارئ وأنه من المتوقع هطول المزيد من الأمطار الغزيرة في اليومين المقبلين في بعض مناطق فجان مما قد يؤدي إلى سيول دبلية وفيضانات الأنهار وكوارث ثانوية أخرى أكدت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن الأشهر الثلاثة الماضية كانت الأكثر سخونة على الإطلاق وأشرت المنظمة إلى أن شهر أغسطس كان الأكثر سخونة على الإطلاق بفارق كبير مقارنة بنفس الشهر من الأعوام الماضية وثاني أكثر الأشهر سخونة على الإطلاق بعد شهر يوليو 2023 موجات حر متكررة نجمت عنها حرائق وغابات مدمرة وأضرار صحية وتعطيل للحياة اليومية وخسائر دائمة في البيئة هذا ما شهده الكوكب خلال الأشهر الثلاثة الماضية يونيو ويوليو وأغسطس ثلاثة أشهر أكدت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أنها كانت الأكثر سخونة على الإطلاق حيث وصلت درجة حرارة سطح البحر حول العالم لمستويات غير مسبوقة كما أن حجم الجليد البحري في القطب الجنوبي بات عند مستوى قياسي منخفض لهذا الوقت من العام المنظمة أوضحت أيضا أن شهر أغسطس كان الأكثر سخونة على الإطلاق بفارق كبير مقارنة بنفس الشهر من الأعوام الماضية كما كان ثانيا أكثر الأشهر سخونة على الإطلاق بعد شهر يوليو 2023 كما أشرت المنظمة إلى أن هذا العام حتى شهر غسطس يعد الأكثر حرارة على الإطلاق بعد عام 2016 عندما كان هناك احترار قوي ناجم عن ظاهرة النينيو الانهيار المناخي بدأ هكذا كان وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش للاتفاع القياسي لدرجات الحرارة قائلا إن الكوكب عانى للتو من موسم من الغليان هذا ما جعل عددا من العلماء وخبراء البيئة يدقون ناقوس الخطر حيث حذروا منذ فترة طويلة من إدمان استخدام الوقود الأحفوري وأنه لا بد من وجود حلول للتغير المناخي أطلقت اليابان صاروخا من طراز H2A يحمل مركبة تابعة لوكالة الفضاء الوطنية للهبوط على سطح القمر من المكرر أن تهبط المركبة على سطح القمر في أوائل العام المقبل يبدو أن النجاح الذي حققته الهند بإطلاقها مركبة فضائية للهبوط على سطح القمر لتصير بذلك رابع دولة تهبط على سطحه من خلال مهمتها بصاروخ تشاندريان ثلاثة الذي خاض رحلته إلى القطب الجنوبي للقمر يبدو أن نجاحها هذا أثار شهية بقية الدول ففي خطوة تم تأجيلها عدة مرات قامت اليابان بإطلاق صاروخ من طراز H2A يحمل مركبة تابعة لوكالة الفضاء الوطنية للهبوط على القمر بعد أن أدت الأحوال الجوية غير المواتية لتأجيل عملية الإطلاق ثلاث مرات في غضون أسبوع واحد الشهر الماضي وقالت الوكالة اليابانية لاستكشاف الفضاء إن الصاروخ الذي صنعته شركة ميتسو بيشي للصناعات الثقيلة التي تولت أيضا عملية الإطلاق انطلق من مركز تانيجاشيم الفضائي في جنوب البلاد كما هو مخطط له اليابان التي فشلت في محاولتين سابقتين للهبوط على سطح القمر العام الماضي أطلقت الصاروخ الذي يحمل مركبة فضاء تابعة لوكالة الاستكشافات اليابانية يطلق عليها مون سنايبر أي قرناص القمر وقد أطلق هذا الاسم عليها بسبب تقنيتها التجريبية الدقيقة للهبوط ومن المقرر أن تهبط المركبة على سطح القمر في أوائل العام المقبل لتلحق بركب الدول المحظوظة التي هبطت على سطح القمر قامت وزارة الموارد المائية والرهية بتنفيذ شبكة من آبار المراقبة للمتابعة التغير في مناسيب ونوعية المياه الجوفية بالخزنات المختلفة لتحقيق المتابعة والرصد اللحظي للمغزون الجوفي وأوضحت الوزارة أن هناك متابعة مستمرة للأبار الجوفية لضمان تطبيق كافة الضوابط والاشتراطات الخاصة باستخدام المياه الجوفية مشيرة إلى أهمية التوسع في التحول للطاقة الشمسية في رفع المياه بالأبار الجوفية بالشكل الذي يقلل تقليل الانبعاثات وتحكم في معدلات السحب من المغزون الجوفي بما يضمن إطالة عمر الخزان الجوفي أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن السنوات القادمة ستكون رحلة تتميز بالابتكار السريع وتطورات التكنولوجية المتلاحقة جاء ذلك في التحليل الذي أصدره مركز المعلومات حيث صلت الضوء على الذكاء الصناعي بدءا من الهواتف الذكية إلى القيادة الذاتية للسيارات واستحوذت تطبيقاته على مناح كثيرة في الحياة صرحت وزيرة التعاون الدولي رنيا مش شاد بأن مصر لديها محفظة تعاون إنمائي ضخمة مع شركاء تنمية متعدد الأطراف والثنائيين وأضافت أنه يتم في إطار تلك المحفظة تنفيذ العديد من البرامج ومشروعات التعاون الإنمائي إلى جانب تبادل الخبرات التنموية مع الدول الصديقة والشقيقة وأكد توفير الدعم الفني بما يعزز جهود تنفيذ أهداف التنمية المستدامة كذلك خلال إلقاء الوزيرة محادرة للقيادات الحكومية المشاركة في البرنامج القومي لتدريب القائمين على العملية التعاقدية مع الأطراف الأجنبية وحضور المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب الدكتورة رشا راغب انتهت نشرتنا لا يتبقى بها سوى التفكير بأبرز ما دئبها من أخبار انتلاقوا جلسات المحور المجتمعي ضمن الحوار الوطني وتمكين الشباب والهوية الوطنية في صدارة النقاشات الناتو يقول إن أوكرانيا تحرز تقدما في هدومها المضاد وروسيا تصف إمداد واشنطن لكياذ بأسلحة يورانيوم بالعمل الإجرامي الهند تكمل استعداداتها لاستضافة اجتماعات دول العشرين والمجموعة توافق على منح العضوية الدائمة للاتحاد الأفريقي نهاية نشرة الثالثة دمتم في رعاية الله شكرا للمتابع اشتركوا في القناة